السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا يارب دايما تكونوا بخير النهاردة ما عنديش اعادة تدوير انا عندي فجرة حلوة جدا لتلميعي الاساس عنده خشب بيجي عليه فترة بتلاقي لون الخشب زي ما يكون بهد او لونه ما بقاش بيلمع طبعا فيه مرال وفيه كذا نوع تاني ملمع خشب بس بيبقى غالي جدا وفي نفس الوقت برضو مش بيدي اللمعية اللي بيديها الفكرة بتاعتها النهاردة انا كل اللي محتاجوا هم منتجين او حكتين موجودة في كل بيت عندنا هم زيت الزيتون وعندي اللمون انا طبعا بعملهم تركيبة مع بعض في بخاخة زي ما انتم شايفين ايه بقى نوع زيت زيتون عندكم يعني مش شرط انت جايبوا للخشب فمش شرط يكون غالي قوي يعني زي بتاع الاكل وطبعا اللمون بتعمل بس النص بالزبط آآ اللمون والنص التاني زيت زيتون بخاخة انا كده عندي مسلا النيش النيش زي ما انتم شايفين لونه بصوا باهد شوية مجرد ما بنحط زيت الزيتون وبنبدأ ان نعمل كده بتحس انت اللمع يعني بصوا بصوا اللمع عاملة ازاي طبعا دي كده وانا كمان مسحتها يعني هي مش مش لسه عاملها ولا حاجة بصوا بصوا بقى الفرق فوق الفرق الشاسع جدا وحاجة بسيطة جدا موجودة في كل بيت بس دي هتفضل فترة كبيرة جدا بمكونين بس زيت زيتون ولمون دوس بعد الوقت اللايك حاليا لو لسه ما دستش ولو لسه اول مرة بتتابعني اضغط اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك مني جول جديد ان شاء الله مع السلامة